السائحون في متنزه سوم الوطني بجنوب إستونيا استقلوا الزوارق خلال زيارتهم للحديقة حيث غمرت مياه السيولي الحشائش والأشجار في حدث سنوي يعرف محلياً باسم الموسم الخامس وقال أيفار روكل وهو منظم رحلات للحديقة إن الموسم الخامس يحدث حين يتسبب الجليد الذائب أو أمطار الربيع في سيول تغطي مساحة تصل إلى 100 كم مربع في المتنزه ويستخدم القرويون في المنطقة اسم الموسم الخامس الذي يقول روكل إنه جاء نتيجة لأن موسم السيولي يتكرر سنوياً ويمكن أن يتداخل مع الفصول الأربعة ورغم أن السيولة تعتبر في أماكن أخرى مصدر إزعاج إن لم تكن كارثة فإنها في حديقة سومة تمثل بداية أكثر أوقات العام ازدحاماً بالسائحين الذين يتوقون إلى التجول بالزوارق بين الأشجار المختلفة ترجمة نانسي قنقر